الإسلامي العشائري الشيخ علي المحمداوي صيد مساك أهلاً وسهلاً بي أهلاً بدايةً شيخ حدثنا عن الأشياء أو الأمور اللي مريتوا بيها مع الفقيد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والأخوة مشاهدي قناتكم الكريمة وكل التعازي إلى الشعب العراقي وكل محور المقاومة وأبناء الفصائل وأبناء الإنسانية لفقدها كذان شهيدان عزيزان على الأمة الإسلامية والعراق خصوصاً الشهيد الحاج المهندس والشهيد الحاج سليماني كان للشهيد المهندس لمسة روحية وأبوية خاصة تعاطى معها مع كل شرائح الشعب العراقي من اليزيديين إلى المسيح إلى الصابقة إلى أبناء السنة إلى أبناء الأكراد إلى أبناء الشيعة وكل طبقات المجتمع العراقي كان ينظر المهندس على روح الإنسانية والتعامل الإنساني لم يميز بين طائفة وأخرى بين عرق وآخر بين قومية وأخرى وكذلك كان تواجد الحاج سليماني في العراق هو اللمسة الإنسانية للدفاع عن كل ما تعني كلمة الإنسان بهذا المحور على أنه لم ينتمي لهذه الأرض ولكن انتمائه للإنسانية جعله أول من أحط رحاله بعد هجم الداعش على العراق فكان الفضل الأول للمرجعية المباركة بإصدار تلك الفتوى العظيمة ثم إلى أبناء شعرنا الذين تجمهروا وقدموا الدماء وذهبوا إلى السواتر وقوافل الدعم اللوجستي وكل طبقات المجتمع العراقي من شيوخ عشائر وأطباء وكفاءات ونخب ورجال دين كانت لهم الوقفة الجادة في التعاطي مع صعوبة المرحلة في عام 2014 وكان الدور البارز للتخطيط والتأسيس للشهيدين الحاج قاسم سليماني وتواجده على الأراضي العراقية ومد العراق بالإمكانات والسلاح والعتاد والخبراء والمستشارين من الأخوة الإيرانيين وكذلك الأخوة اللبنانيين كانت تواجدهم رسمي بطلب من الحكومة العراقية في وقتها وكانت هي النقلة النوعية في قاطع العمليات عام 2014 شيخ علي كيف كان الدعم العشائري في المعارك ضد داعش؟ إحنا إذا نرجع للتكوينة المجتمعية للشعب العراقي نجد على أنه الشعب العراقي ملتف حول البيئة العشائرية الاجتماعية وهي العشيرة نواة المجتمع العراقي فكانت هذه النواة الأساسية للمجتمع العراقي ملبية أولى الطبقات الاجتماعية في العراق لفتوى السيد السستاني بتهيئة أبناها وزخ الجبهات والسواتر بالشباب والطاقات والموارد البشرية من جهة والعمل الثاني هو الدعم بقوافل الدعم اللوجستي كانت المعركة صعبة وكانت الإمكانات بسيطة وكانت الظروف المادية للعراق والهجمة كانت قوية والأمور متهيكلة في بعض الفرق والقيادات العسكرية فكان لابد أن يكون هناك ظهير للقوات المسلحة وهو الظهير الاجتماعي وأساس ذلك الظهير هو الظهير العشائري فكانت العشائر تقدم أبناءها من جهة للسواتر وتقدم الدعم اللوجستي والمال والسلاح وحتى وصلت إلى الإعانات العينية مثل الطبخ وكل مستلزمات الحاجة في ذلك الوقت فقد مر على أبناء الجبهات والسواتر الشتاء والصيف فكانت العشائر تقدم ما تستطيع من المؤونة والكسوة الصيفية والشتوية وتواجدها على الخطوط الأمامية هو بحد ذاته هو زخ العملية العسكرية بروح طاقات جديدة وتلاسق الشاب المقاتل على أنه يوجد دعم جماهيري واجتماعي فكان أساس ذلك هو العشائر الفاطئية حضرتك شيخ أكيد كنت متواجدة اليوم بساحة التحرير ولحظت كثير من التجمعات وكثير من أبناء شعبنا من شمال الجنوب متواجدين شنو حسيته شنو كان بداخلك يعني قبل لا نتحدث عن التحرير قلنا نتحدث ما قبل التحرير يوم أمس في المطار كنا متواجدين في المطار والذكرى السنوية الأولى لشهادة الشهيدين وزاحة الستار عن النصب التذكاري داخل المطار بتواجد كل قيادات الحشيد من جهة وتواجد كل طبقات المجتمع العراقي في وقت متأخر جدا ما ألفت انتباه كل الحاضرين على أنه الساعة الواحدة ليلا أو الثانية ليلا وهذا البرد وهذه الأجواء الباردة تجد العائلة العراقية كانت متواجدة بأطفالها بنسائها بشيوخها بكبار السن بالشباب بالطاقات حتى الأخوة السياسين وقيادة الحشيد كانت متواجدة وأصر العراقيون الوصول للمطار مع المعاناة الكبيرة في مدخل المطار وخروج المطار العراقين يعرفون على أنه طريق واحد مدخل ومخرج وهذا الكم الهائل من الطاقات البشرية التي كانت متواجدة هذا في يوم أمس اليوم شاهدنا لوحة معبرة عن العراق لا يتجزأ ببركة دماء الشهداء والمعطيات التي جاءت ببركة هذه التضحيات تضحيات الشهيد المهندس تضحيات الشهيد قاسم سليماني حضر العراقيون من شمال العراق وإلى آخر نقطة في العراق وهي الفاو فنجد أن الشبك والمسيحين واليزيدين والصابق والأخوة أبناء السنة من المحافظات الغربية ومحافظة ديالة ومحافظة الموصل وصولا إلى البصرة هذه الطاقات الإنسانية والجماهيرية التي كانت حاضرة هي لرد الجميل لدماء الشهداء وخصوصا لشيبة النصر الحاج المهندس فكان الهتاف واضح مشكور حج أبو مهدي ما قصرت ويانا هذا كان نداء الجماهير العراقية ومشكور حج قاسم ما قصرت ويانا هذا الوفاء واليوم هي وقفة وفاء ويعاز وحافظ جديد إلى القوى السياسية على إعادة لملمة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق وإعطاء الضوء الأخضر كجماهير تطالب الحكومة تطالب النخب السياسية تطالب كل الكتل السياسية على العمل بجدية لجدولة انسحاب القوات الأمريكية وإعادة سيادة القانون وسيادة العراق والقرار العراقي أن يكون عراقيا بحتا بيد أبنائه من القوى السياسية والحكومة العراقية فكانت الرسالة واضحة يجب محاكمة من اعتدى على العراق واعتدى على الرمزية المؤسسة العسكرية لما يمثل الشهيد المهندس نائبا لرئيس هيئة الحجد وهذه الهيئة مرتبطة ارتباطا مباشرا ورسميا بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومن جهة أخرى محاسبة من استهدف ضيف العراق الذي جاء مستشارا بطلبة رسميا من الحكومة العراقية فكانت المطالب واضحة وصريحة يجب تدويل القضية والسعي في محاكمة من كان متورطا من الداخل ومن الخارج وإثبات جدية التعاطي مع الحس الوطني على أنه يجب أن يكون للعراق سيادة وقرار وأن لا قضية خاشقتي ليس أكبر من قضية الشهيد السليماني وليس أكبر من قضية الشهيد المهندس فنجد أن الأصداء العالمية ذهبت إلى خاشقتي وتناست الدماء التي سالت على المطار لكن العمل البرلماني والعمل السياسي والحكومي هو ضعيف بحد ذاته حتى نكون صريحين مع شارعنا ومع كل طبقات المجتمع العراقي على أنه تكون المطالب واضحة وصريحة يجب محاكمة من كانت له الأيادي في استهداف هذين الشهيدين من جهة ومن جهة أخرى هو أن يكون للعراق قرارا سياديا في اتخاذ التعاملات الخارجية وحتى أبرام العقود والصفقات والقرارات والعلاقات الدولية اليوم تفويض من الشارع على القوى السياسية تفويض من الشارع للحكومة العراقية على أنها تكون أكثر جدية في التعاطي أذن شيخ علي نقول مشكورين لجميع هذه الشهداء التي ضحوا بأولادهم من أجل أن يكون العراق اليوم واحد وبدماءهم طهروا بلدنا من داعش الأرهابي وجميع العصابات نسألك سؤال نقول لك اليوم كيف كان يتعامل الشهيد المهندس مع شهداء المقاتلين رحم الله الشهيد المهندس كانت له ميزة خاصة ينظر إلى كل المقاتلين والمجاهدين على السواتر على أنهم أبناء لا يميز بين جهاز مكافحة الإرهاب أو الحجد الشعبي أو الزاة الداخلية الاتحادية الشرطة الاتحادية أو الجيش العراقي كان ينظر إلى الجميع على أنهم أبناء وهم أبناء الوطن فعلا هذا دليل على الروح الأبوية الروح الأبوية والتواضعة وروح القيادة أداة القيادة هي سعة الصدر فكان الشهيد المهندس ذو سعة الصدر في التعامل والتعاطي وكان يعطي من نفسه للآخرين حتى لا يكون عبءا في القرارات ويمدهم بالطاقة أيضا تعرف أنت اليوم القائد العسكري قراراته دائما تكون حدية فكان المهندس يعطي من نفسه حتى لا تكون قراراته حدية مقابل الجندي فكان متواضعا ملازما لخطوط الصد الأولى كان يتقدم عندما ترجع وتعود القيادات التي تدعي النصر والعمل العسكري كان في طليعة المتقدمين مع المجاهدين مع أبسط رجالات الحجد والفصائل والقوة الرسمية والعسكرية كان في طليعة من يتقدم هو الشهيد المهندس مما أعطى روحية أثناء العمليات على أنه القائد ملازم لحركة العمل القائد كان فعلا قائدا وليس منظرا خلف السواتر ومنظرا في غرف العمليات كان مخططا وكان قائدا في نفس الحالة فأعطى الروحية بينه وبين الأخوة المجاهدين في كل صنوف القوات المسلحة وكان ينظر بنظرة أبوية هذه من جهة من جهة أخرى كان المهندس رؤوفا رحيما أبن لكل النازحين للمناطق التي كانت تشهد العمليات كان يرى أبناء المناطق المحررة الآن على أنهم أبناء لا يختلفون عن أبناء القرنة يعني أبناء بيجي لا يختلفون عن أبناء الكوفة هذه النظرة تكون دائما بنظرة ليس متواجدة عد العسكر العسكر ينظر إلى الغلبة إلى الحرب كان المهندس ينظر بنظرة الأب وليس بنظرة الغلبة والحرب والخاسر والرابع كان ينظر على أنه بيجي هي تعني قرنة كان ينظر على أنه الفلوجة تعني كربلا هذا اللي كان يتحدث والشيخ أيضا نظرة وطنية يعني بدون تفرق بعيدا عن الوطنية أوسع من الوطنية كان ينظر بنظرة إنسانية حتى بالنظرة الإنسانية كان حتى التعامل مع الأسرة لداعش واستحصالهم وجلبهم إلى المحاكم العراقية كان رؤوفا بالتعاملات حتى مع السجناء الدواعش كان يوصي بالتعاملات الإنسانية قبل أن نكون في مرحلة غلبة أو فوز أو خسارة أو انتصار أو ما يكون في أجواء المعركة الجميع يعرف على أن المعركة تشوبها المتداخلات في المعطيات والحركة والعمل لكن كان ينظر بنظرة أبوية بنظرة إنسانية فكان رؤوفا على العوائل النازحة وكان يتقدم العوائل وهو من يستقبل العوائل ويتحدث معهم ويرسل رسالات أثمينان نحن أهلكم والجميع يشاهد مقاطع الفيديو المتداولة للشهيد المهندس واليوم شاهدنا هذه الثمار قطفت عندما جاء أبناء المناطق المحررة من الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالة كانوا متواجدين اليوم في ساحة التحرير للوفاء لدماء المهندس لما زرع المهندس من روح وموقف داخل تلك المحافظات وخلى أن الشعب العراقي إيد وحده وماكو تفرق بين محافظة ومحافظة سني أو شيعة أو مسيحة أو أيزيدي كذلك كان مدرسة متحركة للإنسانية والحب والطيبة والأخلاق وكذلك بالعقاد الدينية شيخ كيف كان التعامل بينك كتجمع عشائري بينك وبين الشهيد رحم الله الشهيد المهندس أنا شخصيا كان يحث الشهيد المهندس كل عشائرنا كل طاقاتنا وهذا كلام أنا ويا شخصيا كان يحث على قضية حفظ الأمانة ما هي حفظ الأمانة؟ دماء الشهداء يجب أن تحفظ عوائل الشهداء اليوم عوائل الشهداء التي قدمت أبناها يجب أن تكرم وتحفظ وأن يكون لها مكانة وشأنية داخل المجتمع العراقي في ذلك الوقت أطلق حملة وكانت الحملة مباركة المرجعية الدينية وهي حملة حفظ الأمانة فكان الحديث مع المهندس في وقتها الله يرحمه يعني أنا شخصيا قال كون أنتم تكونون في طليعة من يقدم الاحترام كشيوخ عشائر كشخصيات عشائرية كمجتمع عشائري أن يقدم الاحترام لعوائل الشهداء أن يكون علاقاتكم أنتم ككبار القوم كشخصيات القوم احترام تلك العوائل وتلبية حاجاتها وحفظ هذه الأمانة والحمد لله اليوم كل طاقاتنا كل إمكاناتنا كل مواردنا البشرية والإنسانية هي موجهة لخدمة عوائل الشهداء ويوجد فريق بتلك الحملة فريق حفظ الأمانة ويكونون شاهدون عند عمل وعند تطلعات بأخوة متبرعين وشباب نشط من الشباب الحج داوي نعم شيخ علي نحن نشكر حضورك ونشكر تواجدك بالاستيديو هاشتاك شباب على هذه المعلومات القيمة باستشهاد وذكرى الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس شكرا لحضورك نورتنا وربي يحفظاك ويباربك ويطلب عمرك وتبقى رمز من رموز العشائر اللي دائما ينصحون بالتلاحم والتكاتف بين أبناء شعبهم وتحفظون الأمانة دائما شكرا لتواجدك ويانا شيف طبعا لهنا يا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا الخاصة بذكرى استشهاد الشيبة المباركة طبعا للحين كل ما نقدم وكل ما ننطي ما راح نوفي ونكفي من الأشياء اللي قدمها الشهيد وكذلك بقية الجنود الأبطال رحمهم الله شكرا ثامر ما أثني على كلام زميلي ثامر بما ذكره نشكر جميع الشهداء وأهالي الشهداء على تضحياتهم لأولادهم ونشكر أيضا جميع الناس اللي قدمت دماءها لهذا الوطن حتى يستمر بعطاءه وبوجوده ونقعد إحنا اليوم موجودين بفضلهم وفضل الله سبحانه وتعالى شكرا لكم مشاهدين الكرام تدركوا مباشر بنصر موعد مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا